اشتركوا في القناة اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على الاهمية الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في محيطها الاقليمي وعلى المستوى الدولي فهي العمود الفقري والاساسي للامن والاستقرار في المنطقة في ضوء ما تتمتع به من ثقل ومكانة على الساحتين الاقليمية والعالمية وقال سموه ان السعودية هي البيت الجامع والعمق الاستراتيجي لهذه المنطقة الحيوية ولا يمكن ان تؤثر فيها اية محاولات تستهدف النيل منها وضف سموه ان الجميع يقدر ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة في مساندة قضايا الحق ونصرة العدل وهي الجهود التي حفظت للمنطقة وشعوبها وحدتها وعززت من قدراتها على مواجهة شتى التحديات جاء ذلك لدى استقبال لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع اليوم السيد أليرست بيرت وزير الدولة للشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمملكة المتحدة الصديقة والسيد توبياس الوود الوكيل البرلماني ووزير الدفاع عن المملكة المتحدة والوفد المرافق الذي يزور مملكة البحرين حاليا للمشاركة في اعمال المنتدى الرابع عشر للامن الاقليمي حوار المنامة وخلال اللقاء رحب سموه بزيارة الوفد الى مملكة البحرين والتي تعكس ما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية وأكد سموه ان علاقات البحرين والمملكة المتحدة لها معاني ودلالات كبيرة نظرا لطبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين والتي اتسمت دائما بالتنوع في اكثر من مجال بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ونوها سموه الى ان مملكة البحرين تتطلع الى مزيد من التعاون مع المملكة المتحدة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وقال سموه نحن سعداء بعلاقتنا التاريخية مع المملكة المتحدة فهي بالنسبة لنا صديق مهم وانا تطلع الى ان نرفع من مستوى التعاون بيننا في كل ما من شأنه ان يعود بالخير على بلدين وشعبينا في الحاضر والمستقبل وشدد سموه على اهمية تكثيف اللقاءات بين المسؤولين في البلدين وزيادة التعاون بينهما وقال سموه ان لدينا الكثير الذي يمكن التحدث عنه او التعاون بشأنه وابوابنا مفتوحة لكم كاصدقاء حقيقيين في المنطقة فعلاقتنا مع بلدكم متميزة واكد سموه دعم مملكة البحرين لكل الجهود الرامية الى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مشدد سموه على ان الهدف من اي اجتماعات او لقاءات هو ان تتحول توصياتها ومخرجاتها الى افعال على ارض الواقع تخدم مصالح الدول والشعوب واضاف سموه ان التحديات الامنية والاقتصادية العديدة التي يمر بها العالم تحتاج الى ان نكون اكثر عزما وتصميما على ترسيخ اسس بناء فاعل للتعاون الدولي يرتكز على رؤية تدرك متطلبات المرحلة الرهنة وتستشرف افاق المستقبل وتطرق سموه مع المسؤولين البريطانيين الى بحث اخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية من جانبهما اعرب المسؤولان البريطانيان عن خالص شكرهما وتقديرهما لجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما يليه من اهتمام بكل ما يرتقي بالعلاقات بين البلدين الصديقين مؤكدين ان العلاقات البحرينية البريطانية تتميز بابعادها التاريخية وتشهد نماء مستمرا في شتى القطاعات في ظل ما يربط بين البلدين من احترام وتفاهم واضافا ان العلاقات البحرينية البريطانية قوية ونوعية وان بريطانيا تتطلع الى علاقات اوسع مع مملكة البحرين مشيرين الى ان اللقاءات التي تجمع بين المسؤولين في البلدين تعزز من هذا التوجه واعربا عن سعادتهما بعلاقات مملكة البحرين مع المملكة المتحدة وما وصلت اليه من قوة ومتانة مبديين تطلعهما الى علاقات اوسع تخدم توجهة البلدين ومصالحهما المشتركة اشتركوا في القناة